أعلنت وزارة الصحة العراقية وفاة طفلة وإصابة أكثر من مئة شخصة جراء الألعاب النارية واستخدام الرصاص الحية في الاحتفال بليلة رأس السنة في عموم البلاد وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدرة في بيان له أن جانب الرصافة في العاصمة بغداد سجل إصابة 47 شخصا عاشرة منهم أصيبوا بالرصاص الحية وأضاف أنه تم تسجيل 57 إصابة في عموم البلاد منوهن إلى أن هذه الإحصائية أولية في إشارة إلى أن عدد الإصابات قابل للزيادة